الولايات المتحدة مستعدة لقرارات صعبة من أجل التوصل لاتفاق مع إيران بشأن الاتفاق النووي وربما يكون أحد هذه القرارات برأي مراقبين رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب ولكن وزارة الخارجية الأمريكية استدركت تصريحاتها لتوضح بأنها مستعدة لكافة السيناريوهات في حال نجاح المفاوضات أو فشلها كان هناك تقدم كبير في المفاوضات بالأسبوع الأخيرة لكنني أريد أن أوضح أن الاتفاق ليس وشيكا وليس مؤكدا وفي الواقع نحن نستعد بشكل متساوى لسيناريوهات مع أو بدون عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشامل المشتركة وتقابل جهود الإدارة الأمريكية لأحياء الاتفاق النووي مع إيران بتشكيك متزايد من قبل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس فقد حذر مسؤولون من كلا الحزبين من التهديد الذي يشكله الحرس الثوري حيث تعتقد مصادر الدبلوماسية أن واشنطن ربما تقوم بشطب الحرس الثوري من اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية إذا التزمت إيران بوقف تهديداتها للاستقرار الإقليمي والامتناع عن استهداف الأمريكيين وتصر إيران على إزالة الحرس الثوري الإيراني من لوائح الإرهاب للمضي قدما في الاتفاق وقالت طهران إنها سلمت واشنطن مبادرات عبر المنسق الأوروبي معتبرة أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي فرنسا بدورها شددت على الضرورة الملحة لإبرام الاتفاق بسبب التقدم الكبير في البرنامج النووي الإيراني بينما حضت روسيا الطرفين على استئناف المفاوضات في أسرع وقت